مرحبا أنا سارة دبوس وأنتو عم تحضروا أرباز بين سنن وغرد بذكر الله ممكن أنه يكون الطريق إلى الله أقرب مع انتشار التطبيقات الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر صار من السهل أنه يتحول المستخدم لشخص متدين حكيم وبيوعز الناس ليكسبوا بحسب المستخدمين حسنات عديدة هالحسنات ما بترجع على أحياء من المستخدمين فقط لأن الروبوت الألكتروني رح يستمر بالتغريد بآيات وأدعية نيابة عن المستخدم حتى بعد وفاته هالتطبيقات بتمكن المستخدم بالتحكم بخيارات عديدة كاختيار الدعاء وأنواع التغريدات وحتى أوعاتها وتحت عنوان غريت بذكر الله عندما يعدك الروبوت بالجنة قعد الزميل عبد الرحيم عبد الله لموقع الحرة على الانترنت تحقيقا عنها الظاهرة وتضمن هالتحقيق الحقائق التالية هاشتاكات الدينية عم تسيطر على موقع تويتر بالمنطقة العربية وعم يتم استعمال هاشتاك غريت بذكر الله وحده أكتر من مليونين مرة يوميا وهذا بيمثل 60 ضعف عدد المرات اللي عم يستخدم فيها هاشتاك سوريا و40 ضعف عدد المرات اللي عم يستخدم فيها هاشتاك مصر واحد من كل 30 مستخدم عربي لموقع تويتر بيستعمل تطبيق آلي للتغريد بعبارات دينية أكثر استخداما هو هاشتاك كنز المسلم واحد من كل 3 مغردين بذكر الله هو شخص متوفا يبقى السؤال شو رأيكم بالتغريدات الآلية والتطبيقات الدينية وقديش رح يقدر الروبوت انه يجب لنا الحسنات بدون ما نسعى إلا فعليا من خلال أعمالنا فيكن تشاركونا دوما بقراءكم على صفحة الحرة على فيسبوك وفيكن اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانيل تبعنا على يوتيوب أنا سارة دبوز كنتو عم تحضروا أرباز باي اشتركوا في القناة